السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم هنواصل في بقية الشابتر 1 بقية الشابتر هذا هتكون المحاضرة الثالثة من خلال الشابتر الأول خلال الشابتر هذا أو المحاضرة هذه هنشوف يعني هنشوف الاحداثيات بمتعة أي بكتور لما يكون في البلان نفس الشي هنشوف الاحداثيات هذه لما يكون في الاسبايس يعني هنا الفرق هنا وهنه في البلان وهنه في الاسبايس هنما يكون على السطح وهنه لما يكون هنا في الفضع طيب هنبدأ بأول شيء هي الاحداثيات لما تكون في البلان مثل لو ناخذ الفكتور هذا F هناخذ البلان X Y المحور X ولا المحور Y تم عملية انزال عمودي هننزل عموديا على المحور يعني X بتكون هذه الفكتور هيكون قيمته هو F X وعلى لما ننزل الفكتور هذا على طبعا نزيل عمودي بناحيتين بيكون هذا هو الفكتور F Y يعني المجموع متاع الفكتور F Y لو نجمع الفكتور هذا مع هذا سيكون الدياقوران متاع البرلجرام هذا يعني هي الفكتور F بتكون الفكتور F X مع الفكتور F Y المجموع متاع F Y إذا كان ناخذ مثلا الفكتور اللي هو الوحدة متاع التقسيم متاع المحور هذا اللي هو الـ I المحور G على المحور عفوا الـ I على المحور X والـ G على المحور Y المجموع متاع كل الفكتور طبعا هيكون واحد يعني بالطريقة هذه لما نقسمه إلى فكتور I على فكتور G حيكون قيمة الـ F X يعني الفكتور F X اللي هو هذا حيكون قيمة F X بالـ I نفس الشيء الـ F Y حيكون F Y بالـ G يعني بصفة عامة بيكون الكتابة متاع الفكتور F حنعوض الـ F X بالقيمة متاحة اللي هي F X I شايفينها حنعوض الـ F Y بالقيمة متاحة اللي هي هذه تصبح عنا الـ F X اللي هي F X I وال- Y يعني القيمة أصبحت بالنحو التالي يعني الكمبونت سيكون عندي Fx و Fy لكن السؤال المطروح كم تساوي قيمة Fx اللي هي هاد وكم تساوي قيمة Fy اللي هي المغنيتود هذا كم تساوي قيمته وحنجيب قيمته لما أن هذه الزاوية المجاورة ما بين Fx وما بين محور متعة القوة هذا هو المحور القوة وهذه الزاوية المجاورة لما نزل عمودين بتكون كوثين يعني Fx شو بتكون هذه قيمة Fx هتكون F كوثين و بالنسبة للزاوية هذه التي هي نفسها الزاوية هذه لأنها مقابلة بتكون من ناحية هذه مقابلة Fy لمنها مقابلة هتكون sig يعني Fy حتكون F sign يعني في الحالتين بتكون Fx هي كوثين والFI بتكون sign هذه هي يعني الاتفاثيات بالبلانم بتاعت القوة فليه نفسه هذه هنواصب لكن الحين هناخذ ثلاثة متجهات اللي هو ال-P وال-Q وال-S لكن هنا هادم الثلاثة هنجمحهم هنحصل المحصل المتحملي هو ال-Resident اللي هو ال-R مثلا هذا هو الفكتر ال-P طبعا وهذا هو الفكتر S وهذا الفكتر EQ لو ناخذ مثلا هذا المحور متعة X وهذا المحور العمودي اللي هو المحور و طيب لو نزل المحور فيه مثلا حيكون عنده الاحداثية في XI والاحداثية الثانية اللي هي BYG نفس الشي لو نزل عمودي متعة القوة عفونا متعة الفكتر S على المحور X بتكون SX وعلى المحور Y بيكون هذه S SY Q نفس الشي لو نزله من ناحية هذه بتكون QX ونزله على المحور هذا بتكون QY هنا هننسوي المجموعة متاعتهم وكل كيف أكيد المحصري هو R طبعا هو حيكون الفكتر R هذا حيكون عنده two components اللي هي R X وال R Y بالنسبة للB هذه عندها two components اللي هي PX والبي شفتوا PX والبي Y نفس الشي لQ عندها QX والQ يعني هذا من اثنين هم يمثل فكتر Q نفس الشي لفكتر S عنده SX والSY طيب الحين شوف عنا كم من على محور X كل هذه على X نجمحها ما بعد تصبح PX QX SX كلها مضروبة في الآية نفس الشي بتجمع أي شي موجود على الY اللي هي PY QY والSY يعني المحصل بكله أصبح هذه RX تصبح القيمة هذه نفسها وبالنسبة الRY تساوي القيمة هذه يعني في النهاية تصبح RX تساوي PX مع PQ مع SX يعني Sigma FX يعني كل component تضعط القوة الموجودة على X هي تمثل RX نفس الشي الRY المجموع بتكون هذا كله مثل الRY يعني المجموع بتاعت الفكتوري الموجودة على المحور Y يعني الرسمة هذه كلها حنشوف لها لكيف لانتمتح ها اللي هي هذه إيش هذه اللي هي المحصل المتحم كلهم كل الفكتوري أصبح اسمه R طبعا R أصبح عندها component RX وهي هذه على المحور X وعندها component Y اللي هي R Y بما أنها عندها Tocampus أكيد حيكون عندها زاوية على المحور اللي هي التيتا اللي هي نسميها Direction يعني في النهاية الرسمة اللي هي المحصل اللي هي المغنيتود متاعت R كم تساوي تساوي قيمة هذه متاع X والقيمة هذه متاع الRY بتكون square يعني R X square plus R Y square تحت الجفعة التربيع بتكون قيمة المغنيتود يعني لو طلبنا المغنيتود نجمع كل الكمبنط على المحور X ونسويلها square ونجمع كل الكمبنط على Y ونسويلها square نحط متحت الجفعة التربية بنحصل على الرسمة يعني المغنيتود متاعت المحصل متاع ثلاثة قوة هذا من الثلاثة اللي اشتغلنا عليه وكان عندي أكثر أربعة أو أكثر يعني نقدر نستغل نفس الطريقة بالنسبة للديريكشن اللي هي الزاوية هذي نصميها ديريكشن كم تساوي تساوي التنث minus 1 يعني عكس التنث على الري على الRx يعني قيمة الري اللي هي هذه المجموعة الكمبنط على الري على المجموعة القوة اللي هي نفسها يعني كيف نسوي هذه بالحاسبة بتاخذ الري بتقسمها على الRx وبعدين بتنزل على shift وبعدين تنزل على التنث تطلع لك minus 1 على طول التنث minus 1 تطلع لك على طول الزاوية تيتا يعني هذه هي بالنسبة الحين هنشوف الكمبنط لكن في الفضاء في space طبعا هنأخذ الفكتر F هذا يعني المعلوم أنك عندك الزاوية هذي في غير وعندك الزاوية تيتا وعي هذي اللي هي ما بين المحور Y وهذي مع المحور X أول شي يعني هنشتغل مثلا في البرليجرام هذا اللي هو O C A B طبعا بالنسبة لهذا هنشتغل عليه الأول شي هننزل القوة F هننزل على البلان هذا هتكون القوة هذي اللي هي F طبعا F هذي كم تساوي أول شي هتكون قيمتها يعني موجودة على بعد ما ننزل على المحور هذا نفس الشي القوة هذي هننزل على المحور Y هتكون F Y كم تساوي بالنسبة للزاوية هذي هي مجاور بمانها مجاور هتكون قصين يعني F Y هتكون F Y قصين الزاوية هذي بالنسبة F H بمانها الزاوية هذي هي نفسها مقابلة لها تيتا Y يعني تيتا Y هي مقابلة F حتكون صين يعني حتكون F في تيتا Y هذي الأحداثية يعني هذي نقدر F ننزل هي نفسها هذي نفس الفكتور هذي هننزله على المحور X لما ينزل بيكون هذا F طبعا الزاوية أتي Phi هذي معلومة هي نفس هالزاوية هذي طبعا هي نفس هالزاوية هذي هي Phi طبعا شو تمثل الزاوية Phi بالنسبة F بتكون مجاور علشان كده هتكون الوتر إيش هو الوتر اللي هو F هتكون F في cosine Phi وهي F وبعدين F هذي هنعوذها بالقيمة بتاعها لما نعوذها اللي هي F sine تصبح هذه F يعني هذه نتيجة نهاية بتاع F بالنسبة F هننزل على المحور Z بتكون هذه F بتكون الوتر في الس لين هي هذه الزاوية Phi بتكون مقابلة عشان كده بتكون F H اللي هو الوتر في sine Phi نفس الشيء قيمة بتاع F H بنعوذها بتكون F sine يعني النتيجة النهائية بتاع F Z بتكون هذه F sine theta Y sine Phi يعني في النهاية أصبح عنا F X هي هذه وأصبح عنا F Y وهذه وال F Z وهذه يعني أصبح عنا ثلاثة إحداثيات شفتوا في الأول اشتغلنا على F X و F Y بس يعني في plan لكن الحين في space هنضيف الكمبانت الثالث اللي هو F Z يعني هنا اشتغلنا على قيمة كل كامبانت زي ما كما شايفين هنا طيب في طريقة ثانية حسب المعطيات طبعا هنا هتغير المعطيات أصبحت عندي زاوية ما بين المحور X وأسهل شيء أنا بتكون عندك زاوية ما بين المحور X اللي هتنزل عليه F X وبين محور القوة الزاوية هي T X على طول بما أنها مجاور هتكون F X F X في الحالة الثانية نفس المعطى الثاني اللي ليش لأنها مجاور والمعطى الثالث اللي هي الزاوية الثالثة ما بين محور القوة والبحور هتنزل عليه F يعني F ز بمن مجاور هتكون F cos يعني ثلاثة احداثيات هنا بتريقة سهلة تجيب احداثية الثلاثة لما يكون عندك الثلاثة زوايا مش زي المرأة الحالة الأولى لأنه بس زاويتين بس لما يكون عندك زاويتين بس تستعمل طريقة الأولى لما يكون عندك ثلاثة معطيات وهي ثلاثة زاوية وهي ما يبقين المحور قوة وثلاثة محاور حننزل عليها بتكون يعني الطريقة أسل يعني نهائيا نكتب ال-f بتكون f-x-i f-y-j يعني نعوذ كل كومبونت نعوذهم مثل ال-f-x نعوذها بقيمتها ال-f-y نعوذ بالقيمة متاحة وال-f-x بقيمة متاحة في النهاية بنحصل على المعادلة التي تحتوي قيمة ال-f من خلال الكمبونت المتاحة اللي هي على المحور i وعلى المحور g وال-k عفوا شكرا لكم إن شاء الله المحاضرة الجاية نواصل بقية الشطر